عشان جد لما بيجي واحد عنده دوار ويكون صغير بنقول له روحك شف على اذن الوسطى السيدات بنتكلم الضغط انه مخافض والله مخافض فيه ناس كتير جدا لما تقوم كده ويحصل دوار من الصغيرين يبقى معنا ذلك ان ده انيميا ساكن ريطايب اوف انيميا اللي هي انيميا نقص الحديد وللأسف ان انيميا نقص الحديد ده بيتصاب بيها بناتنا اكتر عشان وانهم بيفقدوا دم في الدورة الشهرية عشان كده سبحان الله رب العزة جعل ان الرجال اللي هم مجلوبين بتاعتهم من 14-16 الطبيعية السيدات من 12-14 لكن في ناحية مهمة جدا قلنا كل ده نظام غذائي والنظام الغذائي حلو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم قال كمية الطعام المطبوخ يساوي كمية الطعام الطازج والكلام ده اتكلمنا فيه وعلى فكرة يعني كررناه مع حضراتكم اتكرار كبير جدا وقلنا عشان تنتظم حركة الحياة وينتظم الانسان وينتظم الانسان في برحل البختلفة لابد ان كمية الطعام المطبوخ كمية الطعام الحار تساوي كمية الطعام الطازج اللي سيدنا رسول الله تكلم عنها ونهى عن الجمع بين حرين في طعام واحد وبين بردين في طعام واحد اللي اندريا والحط لها باب من الابواب المهمة في التغذية الكلام ده على فكرة في عدد كبير جدا 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 من الناس يقول لك انا ما اكون قاعد كده وباجي قوم يحصل لي دوخة دي الدوخة دي غالبا ما بتكون انيميا وخاصة اللي يكون قاعد في الارض ويجي قوم او بيصلي من السجود ويجي قوم من السجود هلت اللي حصلت عنده دوخة غالبا الدوخة دي بتبقى ايه نقص عنيميا سكن لطيبوف عنيميا اللي من النوع التاني اللي هي عنيميا نقص الحديد وعنيميا نقص الحديد دي بتبقى عنيميا نقص الحديد ممكن تكون الزنك ممكن تكون النحاس لأن ثلاث عناصر دول اللي بيبنوا همجلوبين